السلام عليكم في هذا الفيديو هذا شمعت لكم ثلاثة ديال الوصفات سوف نفعكم كثيرا في القوتي و فطور الصباح من انجح الوصفات اللي عندي و اللي كان عسامدهم الوليداتي تبعوا معي الفيديو حتى الاخير فرجة ممسعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في فيديو جديد على القناة اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم بسبوسة بحجم عائلي تجي رائعة جدا فقط بجوج حبات ديال البيض تجي غزاله شيشار تبا كتدف الفم انتم منعجبكم الفيديو تبعوا معي الفيديو تالاخير و فرجة ممتعة في اينا درت واحدة رشيشة ديال الملح و درت هنا جوج حبات ديال البيض اللي يكون الحجم ديالهم كبير و يكونوا مطابعة الحال بدرجة حرارة لمطبخ هنا كما كتشوفو درت كاس لاروب ديال سكر سنيدة ضروري انكم تنقصوا السكر باش مجيكم شاد البسبوسة ديالكم احلوة بزاف هنا كما كتشوفو خديس هاد الميكسور و غادي نخدم به يمكنكم تخدموا اضطره بالكهربائي او تخدموا مونينيكس عادي خلطوا الخليط ديالكم في مونينيكس سوفي خدمت الخليط الول مزيان مزيان و مبعد ضفت هنا يا كاس ديال الزيت دائما العبارات بالكاس ديال العنبة و سوفي و غادي نخلط مزيان مزيان هنا را قطعت الفيديو و خلطت مزيان حتى ولا لي هاد الخليط على شكل كريمة و عاد غادي نضيف عليهم هناش الصياء ديال الفاني كاس ديال الحليب بدرجة الحرارات للمطبخ و غادي نضيف هاد ياغورت بنكهة الفاني و ممكن لكم تستعملوا حتى ياغورت بنكهة الموز او تستعملوا اه 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 تابعي بدون بدون نكهة سوف نخدم هذه المكونات مزيان كما تشوفو نحاول نخلط الخريط مزيان حتى ينساجم و نضيف عليه جوج كيسان بالعبارة ديال الكازد العنبة ديال السميدة سميدة ديال الحرشة اللي كنسيبو بها الحرشة و اللي كنسيبو بها البسبوسة سميدة رقيقة سوف نخلط هذه المكونات كما تشوفو نخلطهم مزيان هذه البسبوسة هدي ساهلة و بالزربة كتوجد والصراحة كتجي رائع جدا نتمنى انكم تجربوها سوف يطلب المقادير نتمنى انكم تتبعو غير المقادير والطريقة و سوف يجيكم حلي ما شفتها في الفيديو هنا كما تشوفو سوف نضيف كاس لاروب ديال الدقيق الدقيق ديال الحلويات و سوف نضيف عليه جوجة جوجة الصيات ديال الخمارة من فئة 8 جرام أي 16 جرام ديال الخمارة سوف نغرب له هدي المكونات مزيان مزيان ضروري كأنكم تغرب له الدقيق في هكا في الكيك و في البسبوسة و في البسبوسة سوف نخلط هذه المكونات مزيان كما تشوفو و نحاول ان يندمج هذا الطحين مع الخالات و سوف نضيف الآخر هذه الخطوة التي تعطي البسبوسة واحد لها شاشة رائعة جدا سوف نضيف جوجة لقضي الخل الخل الأبيض او الخل العادي سوف نخلط مزيان البسبوسة ديالك كما تشوفو و سوف نضيف و هنا سوف نضيفها في مل و دهنته مزيان بزبدة و غبرتها من الداخل بسميدة و سوف نفرغ البسبوسة ديالكاملة بحلقة سوف نفرغه في المل و ندخلها الفران طيب و في هذه الأثناء سوف نوجد السيرو بالنسبة للسيرو سوف نضيفها هنا واحد جوجة طرنش ديال الحامض اللي حيت لهم هكذا كالعظم ديالهم باش ميتلقش لها المرورة في السيرو و كاس ديال سكر سانيدة و سوف نضيف البطاة يغلي و يعاود حتى نحس بها شوية يبدأ يتسقل هاد السيرو هذا وبعد ما قطبت لنا البسبوسة كتجي على هاد الشكل هذا صراحة كتجي رائعة كما تشوفو و هشيشة و لا تحتاج نهائي انكم صراحة تسقيوها صراحة صافي هنا كما تشوفوا قلبسة هنا و هاد الخشيبة هاد كما تشوفو انا قلبسة هنا و هارا هي باقة صخونا انتم مصبهر اهلياتي تسبرد انا غير على و تصوير انني زربت صافي هنا كما تشوفو راكم بدا نسقيها بدك السيرو اللي يكون عندي واجد السيرو حضرته قبل ما نحضر البسبوسة باش هكي يكون عندي السيرو بارد اللي غادي نخرج البسبوسة من الفران صافي كما تشوفو بعد ما سقيتها مزيان هنا اه كنزينها بالعسل يمكن لكم تديرو العسل او تديرو الكونفيتير او تديرو الناباج اللي توفر لكم صافي غادي ندهنها بالعسل هكا من الفوق مزيان مزيان و غادي نرشع لها الكوك اه يمكن لكم تديرو الكوك او 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 تديرو اللوز مهم لي توفر لكم صراحة هي بجميع بجميع الاحوال غادي تجي غزالة شيشة ورطبة وصراحة غا تعجبكم بزاف وغا تولي مو اعتمدة عندكم انتم من يعجبكم هاد الفيديو هادا اه صافي كما كتشوفو هنا يا رهباقة سخونة صراحة انا زربت عليها وقطعتها معاكم هكا باش نشارك معاكم كيفاش كتجي انتم مصبرو عليها صراحة تتبرد عا تقطعوها بشكة ما يخسرش لكم الشكل ديالها ها انتم هنا يا رهباق نصور لكم عن قرب كيفاش جات صراحة كما كتشوفو رطبة شيشة وكتدوب في الفم وصراحة المداق ما نقولش لكم رائعة رائعة نتمنى انكم تجربوها وانا اكيد اغاتنا الاعجاب ديالكم وبالنسبة القتراح الثانية غادي نشارك معاكم ريش بوند بشكلات انتمنا اتعجبكم شئ حاجة زوينة وشئ حاجة من زمن الجميل كتجي فينا هاد الحلوه ها دي نتمنى انكم تجربوها وغادي تعرفوني على شك نهدر بالنسبة لها الحلوه ها دي المقادر ديالها جيد 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 بسيطة وصراحة سهلة في طريقة تحضير ديالها وفي المقادر عندي اي واحد القصرية ارتفيها جوج حبات ديال البيض وقبيصة الملح وغادي نضيف جوج كؤوس ديال سكر ساني ديكون مع مرنش مزيان وغادي نضيف جوج كؤوس مع مرنش مزيان ديال الزيت كما كتشوفوا ودائما العبارات بالكس ديال العنبة هادو هم المقادر اللي فيها وشوش خمارات ودقيق من طبيعة الحال حسب الخالات حلوه سهلة وبسيطة واقتصادي جدا وكتخرج ديالها كمية كبيرة كما كتشوفوا بعد ما وضعت هاد المكونات هادو غادي نبدأ نخدموها كابيد هاد المرحلة هادو مهمة كما كتشوفوا فضروري انكم تخدمو هاد المكونات هادو مزيان حتى تتخلط الزيت مع البيض ومع سكر صديدة وينساجموه مزيان ومكيبقوا هادو زيت مفروق عليهم باش جيكم حلوه ديالكم ناجحة وما تجيكم تطلقها هادو الزيت العجينة فاشتجمعوه ما تجيكم تطلق الزيت الى ما تبغيتوش خدموها كبيد ديالكم ديروها في مونينيكس او خدموا بالميكسور حتى تتخلط مزيان كما ترون هنا سوف نضيف شاصيات الخمارة من فئة 8 جرام سوف نضيف الخمارة مع الخليط دائما انا كنفضل الخمارة نضيفها في هذه المرحلة لكي نضمن انها تكون توزعت لها في الخليط كامل كنتفادئ اني نضيفها صراحة مع الضقين مهم هذه وجهة النظر ديالي انا نسمنا مهم دير ولي بغيت وانا صراحة انك تعجبني هالطريقة بحلاكة نضمن ان الخمارة تتوزع لها في الخليط كامل كما ترون هنا سوف نضيف دقيقة بشوية بشوية وانا كنجمع العجين العجين يحتاج تكون رطبة و لا تكونش تلصق في اليدين حاولوا انكم لا تقصحوا العجين بثاف باش ما تجيكم شقة فاش طيبة جيكم شقة من الفوق مهم كما ترون هذا هو القوام العجين تكون رطبة و لا تلصق في اليدين و تكور لنا بكل سهولة سوف نضيف كويرات بهذا الحجم هذا التواصل ما يكون ب Period او لطيف عجم أتجاور كيف حاجث لا ت facets ما تراح muss صراح هذه الحلوة رائعة جدا نتمنى انكم تجربوها شي حاجة لي ساهلة و بسيطة و بزربة كتوجد و اهم حاجة انها اقتصادية جدا سوف نستمر بحلاكي كما تشوفوه سوف نعمر لاطة ديالي كاملة بعد ما اكملت الحلوة ديالي سوف ندخل لاطة الفران اللي شعلته من قبل خليته تسخن و على نار متوسطة سوف ندخل لاطة ديالي تكون العافية من تحت منها حتى تتحمر من التحت و نهبطها تاخد واحدة حمارة من الفوق حتى يولي اللون ديالها دهابي و نخرجها سوف نوجد تزيين ديال الحلوة هادي عندي هنا يا الكوك تقريبا واحد الرابعة ديال الكوك و سوف نحتاج واحد السوس اللي سوف نحتاج فيه نصف لطر ديال الحليب و سوف نحتاج هاد هذه ديال كوبيل هاد العلبة كوبيل صغيرة و سوف نحتاج 100 جرام ديال الشكلات خليتت هنا واحد الكسرونة سوف نفرغ فيها نصف لطر ديال الحليب كامل و سوف نضيف عليهم هاد 100 جرام ديال الشكلات نحركهم جيدا و نوضعهم فوق النار حتى كتولينا وحد السوس اللي هي خاترة انتم ممكن اتشوفوا طريقة كيفاش سوف نحرك بحالها كدائما مع التحريك باش مكايلسقش لنا ديال كوبيل في القعر و حتى كتبقاها كتغلي و كتولينا وحد السوس اللي هي خاترة هي اللي غادي نغطس في هاد الحليوة ديالنا كم ما كتشوفو بعد ما طابت كيشي الشكل ديال بحلاكة صراحة كتجي رائع جدا تاكلوها غير بحلاكة صراحة بنينا و زوينا سوف ناخد هاد السوس هادي و غادي نغطس في هاد الحلوة دائما كنخدمو بها هاد السوس هادي كتكون سخونة و غادي نحسو بها انها بردات كنعودو و اندفيوها و كنكملو سوف نغطس كم ما كتشوفو هاد الحليوة ديالي بحال هاكة و غادي نجبدهم كنخليهم ما يتساكي يشربو هنرا بقسخو نرا كنزربع اليوم شوي يوم من بعد فاشكي بدي برد لنا هاد الخاليط كنخلي يحساكي يشربو سوف ناخد هنا هاكة بالفرشيطة و كنهز هاكة بالوحدة بالوحدة و كنحطوهم في الكوك سوف نفندهم كما كتشوفو سوف نفندهم في الكوك صراحة الحلوة انا بعدها كتعجبني بزفزف صراحة زوينة و غزالة و المادا قديلا كيجي رائع جدا كتجي بحال بحال ميراندينا تقريبا المادا قديل ميراندينا و اهمتوا ما جربوها و ديروا نفس المراحل و ان شاء الله غادي تطلع اليكم غزالة صراحة كنخلي كنتفريني تعالي بالوحدة يصني على القطر و انشاء الله في الكوك كما تشوفو هنا يبدأ في النذي هذا الفرشيطة و كنتفريني بصراحة داعتي قليلا يمكنoyo نرطب كبير يمكنني التحقين على المقالة يمكنني نرطب الكثير و لكني نحتاج المقالي يمكنني انشاهد كبير سوف نستمر بحلقة كما قلت لكم هذا السوس يكون سخون قليلا يجب أن تشرب لنا السوس و تجينار طبعا سوف نستمر بحلقة نحيط حبا بحبا و نضيفها في الكوك و نفندها و نصفها في ذلك البلاتو و نجعلها تنشف بالنسبة لطريقة الحصفات سوف نجمع هذه الحلوة و نضيفها في وطا محكمة الإغلاق و نفرق بيناتها بلاستيكا أو سلوفان و نضيفها في تلاجة أو في المجمد و نضيفها في تلاجة أو في المجمد و نضيفها في تلاجة أو في المجمد و نضيفها بصحة و راحة 8 جدا و بالنسبة لأقتراح الثالث سوف نشارك معكم هذا المادلين أو ميني كي يأتي رائعا جدا فقط بجوج حبات البيض و يعطينا كمية كبيرة نضيف معكم مباشرة لطريقة تحضير سوف نضيف حبات البيض و نضيف عليهم قبيصة الملح و نضيف عليهم كاس سكر سندة و دائما بالبطور أو الطراب نضيف سكر سندة مع البيض مزيان جدا حتى ينسى الاخليل الخليط و يضعف الحجم و يضعف الحجم هنا كما ترى لكم قبيصة الفاني و سوف نضيف هذه المكونات مزيان جدا حتى يضعف الحجم البيض و سوف يضعف الحجم البيض و سوف يقومون بجمد من الوقت ودعوه كيف يصبح كما ترى كما ترى نستمر بحلقة وكما ترى نضيف الزيت بشوية بشوية وانا نضيف الزيت وكما ترى بشكل كما ترى لنفرق الزيت ان نفرر كما ترى هذا المادلين مهو رائع جدا ناجح مئة بالمئة و جد اقتصادي من افضل انواع المادلين اللي اللي صراحة اللي جربت كي جيزوين بزاف واقتصادي كليكم تعودوا الكيمية ديال الحليب بالماء إلما توفرش لكم او عودوها بالبرتقال اللي اللي بغيتو مهم كاسونس ديال الحليب او ديال الماء او ديال البرتقال اللي توفر لكم صف هنا كما كتشوفو كان ضيف الحليب شوية بشوية وانا كنخلط الحليب من طبيعة الحال نخرجوه قبل من تلاجة يكون بدرجة حرارة المطبخ هو والبيض و سافي هنا بعد ما خلطت المكونات كاملين اضفت هنا هاد المبشور برتقالة صراحة كي اعطي واحد النكهة زوينة لهذا المادلين هذي و سافي بعد ما كملت الخالد ديالي هنا كما كتشوفو غاد يناخد هنا الغربال وغاد ينبدأ ان ضيف الدقيق بشوية بشوية بهذا الشكل هاد كما كتشوفو تقريبا هاد الخالد هاد ياخد ديال الرابعة كامل ديال الدقيق سافي كنضيف هنا ها قول tema الخمارة ..قد سابق بشوية المدايhorn الموجودة سوف نضيف الدقيق و نحاول ان ندخل دقيق في هذا الخالي سوف نستمر بحالها نضيف الدقيق و نخلط سوف نحصل على خاليط و لا يكون شخصاً و لا يكون شخصاً و لا يكون خفيف سوف نريكم هنا كيف سوف نضيف الدقيق سوف نستمر بحالة الخاليط و نحاول ان ندخل دقيق في هذا الخاليط سوف نحصل على خاليط و لا يكون شخصاً و لا يكون شخصاً و لا يكون شخصاً سوف نضيف الملعقة الخليط و نضيف ملعقة لكم سوف نضيف الدقيق بشيء و نضيف الدقيق سوف نضيف خلط فى الخليط و نضيف الدقيق اضافة الكاس لكي نفرغه في القوالب قمت بقلب المادلين و اضافة كويرتات و سوف نفرغ تقريبا من نصف الكيميه و نضيف تقريبا من نصف الكيميه و نضيف الخالد و نضيف التقريب اضافة الشكلات و نضيف بها بشكل كما تشوفو أضافة من نصف الكيميه الضوء من نصف الكيس و من المادلين و اضافة سكر سنيد و لا يجب علينا القرمشة من الفوق كما ترون الكمية التي تكون سافدتها ودخلت الخليط للفران بعدما ترون الماضلين سرحة جو رائع جدا جو خفاف و هشاش و كمية كبيرة انتبهني اعجبكم الفيديو اليوم اذا اعجبكم لا تبقى لايك على الفيديو اشاركو في القناة باش دائما نوصلكم جديد الوصفات السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله السلامة